اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا الظاهر الاخوان مبس الاخوان الجميع يطالبون بمراعاة الاصوات نتمنى من الاخوات العدم الكلام والانصات ان شاء الله لانه يؤثر على الباقي لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما ولكن خرجت لطلب الاصلاح في امتي جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر هذه تحديد الهدف الذي لينفي كل الشبهات التي يمكن ان تتوجه الى نهضته صلوات الله وسلامه عليه من الامور التي رددت في بعض المقامات وفي بعض الامكنة وعند بعض الاشخاص التي يهدف منها لبث الشبهة في اذهان المؤمنين هو قضية ان الامام الحسين عليه السلام لم يكن يعلم بشهادته لم يكن يعلم بما سيجري عليه بعد موته وهذه الاباطيل ذكرت على ألسنة مختلفة من غير اتباع مذهب اهل البيت ومن من يدعي الانتماء اليهم ومن يدعي الانتماء اليهم كانوا يقولون لو كان فعلا يعلم لما جاز له الخروج من باب ان خروجه هو القاء للنفس في التهلكة والقاء النفس في التهلكة حرام هؤلاء وهذه الشبهة لا تعتمد على اساس مبني على مبنى علمي وهؤلاء ينطلقون من عدم اطلاعهم على اقوال الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه من جهة او تجاهلهم لهذه الاقوال وعدم ادراكهم لمعنى التهلكة اولا الامام الحسين عليه السلام من بداية امر خروجه الى نهايته وهو يعبر بتعابير مختلفة على ان مصيره سيكون القتل والشهادة من بداية امره ان الدعي ابن الدعي ركز بين اثنتين ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة ثم يبين في مقام اخر انه خط الموت على ابن ادم وخط القلادة على جيد الفتاة الى ان يستمر فيقول كأني باوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلة يخبر شاء الله في مورد اخر ان يراني قتيلا وان يراهن سبايا يخبر الاصحاب الذين التحقوا به يخبرهم بانه مقبل على شهادة مقبل على قتل وليس مقبل على ملك لأجل ذلك تفرق من حوله الكثير بعد خروجه من مكة بعد علمهم بهذا الامر فهو ينص نص واضح وصريح انه يعلم بطريقة لا شك فيها وهو يعلم بانه لن يترك هذا من اسباب من مسوغات الخروج يعلم انه لن يترك لو بقي فيعبر في بعض التعابير قائلا والله لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي فاذا فعلوا صلط الله عليهم من يزيلهم او من يذلهم ويقول صلوات الله وسلامه عليه لو دخلت حجرة حجرة من حجرة حجرة بالنسبة لبعض الحيوانات يعني لو دخلت حجرة هامة من هذه الهوام لاستخرجوني حتى يقتلوني اذا هو عالم ولا شك في ذلك اما الناحية الاخرى الشبهة انه القى نفس في التهلكة فهم لا يلتفتون او يتجاهلون ان التهلكة ما هي التهلكة هي ان يفعل الانسان ان يلقي الانسان بنفسه بدون مقابل الانسان الان اذا انسان قتل دفاعا عن زوجته واولاده واعرضه هل يعتبر انه رمى نفسه هو يعلم بانه اذا دفع مثلا دافع عنهم سيقتل وقتل في هذه الحالة هل تسمى هذه تهلكة بالنسبة للناس العاديين لماذا لا تسمى تهلكة لا تسمى تهلكة لانه يعلم لان هناك بديل هناك بدل اهم من قتل النفس الشخص الذي يقدم نفسه ليجرى عليه الحد سيقتل هل هذا القاء لنفسه في التهلكة الشخص الذي يقوم يشارك في الجهاد وهو يعلم بانه سيقتل نتيجة ان هذا قوة الحرب وشدة العدو الذي يواجهه دفاعا عن ما هو اهم هل يعتبر تهلكة فكيف بما يهدف اليه الامام الحسين من حفظ الدين من انقاذ الامة من ايقاذ الامة اليس هذا بديل بديل من ناحية انه بديل في الدنيا وبديل في الاخرة هو صلوات الله وسلامه عليه هذا الضرر الدنيوي بالنسبة اليه اصلا لا يعتبر ضرر ولا يعتبر تهلك ابدا فضلا عن عظم الهدف الذي يقول اليه او يقصد اليه صلوات الله وسلامه عليه يبقى انه خرج صلوات الله وسلامه عليه مع النساء والاطفال وهو يعلم بانه سيقتل ويعلم بانه سيسبى في هذا كلام يمكن ان يقال كثير ولكن من خلال هذا الكلام اريد ان اشير الى مسألة ان مسألة اخراج الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لنسائه واطفاله هي مسألة تربوية اشراق لهم في هذا العمل الرسالي العظيم يشركهم في هذا العمل الرسالي العظيم بالنسبة لمن استشهد منهم فكل نفس ضائقة الموت الاولاد الذين استشهدوا لو بقيوا العليل استشهدت غيرها استشهدت ولكن خارج كاربلة ولكن حالة العامة التجربة التي يمرون بها المأساة التي يمرون بها هي جزء من كمالهم وتكاملهم وعظمتهم وأيضا هؤلاء الصغار والنساء قاموا بدور أساسي في الرسالة الحسينية في إيصالها إلينا كما نشاهدها في كل الإنعكاسات للثورة الحسينية من خلال المجالس وغيرها من نسبة لمواقف النساء أو لمواقف الأولاد أو حالة المأساة التي لو لم تكن بهذه الطريقة لما وصلت إلينا وحفظت الدين بالتالي كان في نقلهم معه مأخذهم معه صلوات الله وسلامه عليه مساعدة وإعانة في حفظ الدين قاموا بدور من صغر سنهم هنا علينا أن نرجع إلى أنفسنا ما هو الدور الذي نشرك به أولادنا في العملية التكاملية لهم ولنا وللمجتمع في هذا كلام كثير نأخذ جانب منه جانب من الكلام لعله نوفق لجوانب أخرى في أوقات أخرى هل نحن نعتني بهذا الجانب أصلاً أم نعتني براحتهم بأكلهم بشربهم بعلمهم إلى حدود يوصلهم فقط للمآرب الدنيوية لنجاحهم فقط في المجالات الدنيوية في مجال تحصيل المال بعبارة أخرى هل نحن هكذا أم لا فعلاً نشركهم في عملية الإصلاح الاجتماعي من حيث المشاركة والتفاعل مع هذه العمليات أن يكونوا أفراداً إيجابيين في المجتمع وفي عندما يحصل بالجلسات يكون دورهم إيجابي في أن كلام بينهم بين الأطفال يكون دورهم إيجابي يعني بناء الفكر بطريقة إيجابية كم نعتني بهذه الناحية بحيث إذا صار في نقاش حول أي مسألة بين الأولاد بين الشباب بين البنات ابني كيف سيكون دوره في هذا النقاش دور إيجابي أم دور مخرب دور سلبي كم مرة نلتفت نحن إلى هذا الشيء علينا أن نلتفت إلى هذا ولكن مرات نرغب ولكن لا نقدر لماذا؟ لمشكلة أخرى كبيرة جداً بعضها يلتفت إليها والآخر لا يلتفت وهي أن هناك فجوة كبيرة بيننا وبين أولادنا بشكل عام لا أقول كل حالة ولكن هذه المشكلة موجودة في المجتمع هناك فجوة كبيرة بين الآباء والأمهات وبين الأولاد والبنات لا يفهمونهم لا يوجد تفاعل كامل يعيشون يجعلونهم كأن على هامش حياتهم يؤمنون لهم المأكل والمشرب وكثير منه تؤمنه الدولة هنا مهم يؤمنها أيضاً والعلم بالطريقة التي تؤمن أيضاً ولكن لا يعرفون كثيراً من تفاصيل حياتهم وبالتالي يخسرونهم وبالتالي لا يمكن لهم التأثير بهم تأثيراً إيجابياً يجعلهم أداة إيجابية في المجتمع الكثير لا يعرف لغة أولاده لأنه لم يعتني من البداية في تعليمهم للغة العربية أو لم يعتني هو بتعلمه للغة الإنجليزية لا يعرف إشارات أولاده أو الأشارات الشباب والبنات والأولاد بين بعضهم البعض الإصطلاحات الخاصة بهم إلى أين توصل كثير من الحالات نحن نعلم بها كثير من الحالات ولكن الأهل لا يعلمون بها نعلم بها بأنه يفعل الأولاد والبنات أمام أنظر أهليهم أيضاً بعض الأشياء ولا يعلمون والأهل لا يعرفون ماذا يفعل هؤلاء الأولاد والبنات لماذا؟ لأننا تعودنا أن يكون هناك فجوة بيننا وبين أولادنا يعيش كلهم يعيشون في جو في عالم ونحن نعيش في عالم وبالتالي عندما يعصونا الأوامر يعصونا التوجيهات ليس الأوامر أصلاً لا يتجرأ أن يعطي أمر يعصونا التوجيهات يدخلون في موارد فساد لماذا حصل هذا؟ نتساءل نتساءل لأننا نحن لم نعتني بهذا الجانب لم نشركهم في العملية التكاملية نقتدي بإمامنا صلوات الله وسلام عليه في إشراكهم في ترغيبهم في تفقيفهم الذي في كثير من الأحيان يقتضي تفقيف أنفسنا كثير من المشاكل التي تحصل الشرعية أو الفكرية التي تحصل عند الأولاد تكون بسبب أن لم تحصل فرصة عند الشخص أو سأل أباه أو أمه ولم يتمكن الأب أو الأم من الإجابة أو كان الأب والأم يقعون في نفس المشكلة فهنا الله سبحانه وتعالى فتح أبواب المعرفة يمكن السؤال يمكن المتابعة بأساليب المعرفة المختلفة من خلال السؤال المباشر ونحن بخدمتكم هنا ومن خلال المراسلة من خلال الأنترنت الحمد لله الآن مفتوح بشكل واسع مجالات مشاركة في الدورات التعليمية بأي مجال من المجالات هذا لا نلتفت له إلا بعد وقوع أولادنا وبناتنا في المشكلة فلنحاذر من هذه المسألة ونخرج منها قبل فوات الأوان ونحصل منها ما يمكننا بعد أن فات الأوان على ما فات يا رب الحسين اشفي صدر الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة